تأكيد أستاذ سامي كان لك سوالات وجوالات وحضور الانتخابات للنادي الأهلي وجماعيات عامية حابين حضرتك تدينا نبزة عن تاريخ انتخابات النادي الأهلي يعني من حيث اللي حضرتك حضرتها بالفعل طبعاً أنا أحضر انتخابات النادي الأهلي من مهنياً وقاعد ونادي الأهلي من عقود يعني أقول ثلاثة عقود فوق 30 سنة وزيادة وكان دايماً اليوم ده يوم عيد أنا بسميه يعني هم الناس بسميه معركة انتخابية أنا بسميه سباق انتخابي لأنه ينبع من طبيعة النادي الأهلي كان مؤسسة رياضية كبيرة فده سباق الكل فيه بيشارك بروحة رياضية وأميز بفيه أنه يعني النهاردة الليلة تبقى سخنة جداً واليوم يبقى حامي جداً تاني يوم الصبح فيش حاجة يعني الناس الروح رياضية سايدة بين الجميع واللي نجح بيتلقى التهنئة واللي ما ننجح برضه بيتلقى التهنئة على المشاركة فبالتالي يعني ده دي روح النادي الأهلي من زمان وأنا شايف النهاردة جو نفس الصورة الأديمة متكررة يعني فيه ناس كل الناس المشاركين في السباق الانتخابي عندهم هذه الروح بشكل إيجابي ويساعدهم على كده طبيعة أعضاء النادي الأهلي هنا طبيعة عالية جداً مثقفة جداً يعني مكتسبة الحالة من تاريخ النادي الأهلي العريق فبالتالي أنا ما شوفش أن هناك معركة ولا شيء دايماً سباق انتخابي ينتهي بانتهاء اليوم وكل في حالة رضا بما أثرت عنه الانتخابات لأن طبعاً دي مسئولية كبيرة مسئولية كبيرة على واقع على عاطق من يعني تحمل وجاء نفسي عشان يتحمل مسئولة إدارة النادي الأهلي وبيلقى دائماً المشاركة من الآخرين ودي نقطة مهمة جداً على الفكرة يعني دايماً حتى اللي موافقش في سباق هذا السباق تلاقيه في لجنة تلاقيه موجود في قطاع آخر داخل نسيج الأهلي داخل نسيج الأهلي وبيعطي بإخلاص وحب يعني أكيد طيب حابب أسأل حضرتك أن تتكلمت وأثرت نقطة مهمة جداً وهي طبيعة أعضاء الجامعية وما هي النادي الأهلي النادي الأهلي مكونه فيما يخص أعضاؤه شبه نسيج المجتمع المصري بالضبط طبقات المجتمع المختلفة النسيج الوطني بتشوف الأعضاء على مدار الجامعات اللي حضرتك حضرتها احنا تكلمنا عن المرشحين ومسندتهم لبعض وده دور مهم جداً كمان إيه لو حضرتك هتصف الأعضاء والمواقف اللي بتشوفها لهم دايماً بتشوفي إزاي الأعضاء بتاع مجالس الإدارات وبطفالها الأجواء أعضاء النادي الأهلي المشاركين في المسئولية بنفس القدر مع أعضاء المسئولية طبعاً طبعاً هو أولاً بيختار واختيار ده مسئولية طبعاً طبعاً اللي خارج يعني كاتبة الأضوية إن ده مشارك في المسئولية من خلال صوتي اللي بيوجهه في الاتجاه الصحيح وبالتالي يعني أنا النهاردة خلال الأربع سنوات القادمة أنا شريك في هذه المسئولية وده نتيجة يعني تربية متراكمة يعني أعضاء عدو النادي الأهلي عنده دايماً إحساس بالمسئولية تجاه نديه مش مجرد مشجع ولا قاعد على كرسي بيشب شاي ولا بيتغدى مع أصحابه لا لا شيء يعني دايماً عنده إحساس بالمسئولية تجاه نديه وده حاجة مميزة جداً ودليل الشعبية الكبيرة للنادي الأهلي داخل مصر وخارجها يعني أنا عارف أصدقاء كثير قثر يعني داخل خارج مصر اليوم نفس المشاعر يعني عايشين معنا نفس اللحظة يعني رغمهم قد يقول لا يكونوا أعضاء ولكن محبين للنادي الأهلي بنفس الشغف بنفس الشغف والحب وبالتالي يعني العدو النادي الأهلي دايماً عنده إحساس بالمسئولية ويغضب أحياناً لقرار ما وده بيوصل للإدارة ويسعد بقرار ما وبالتالي يوصل للإدارة فالإدارة بتتفاعل دائماً على مدار الدورة الانتخابية لأربع سنوات مع أعضاء النادي ومدركة إيه هم محتاجين إيه إيه زيادة إيه ناقص ده موجود هذا التواصل موجود فبالتالي احنا بنقول أن أعضاء الجماعية الأممية شركاء أساسيين في صناعة القرار داخل النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر